اشتركوا في القناة ازبط لو عاوزين تشوفوا الطريقة وعملنا شغل الامر ده ازاي اه شوفوا الفيديو للاخر وطبعا ما تنسونيش بقى كومنت والشير للفيديو وما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس لو مش عاملينه علشان يصلكم كل جديد ان شاء الله النهاردة بجد التقمد جميل جدا جدا طبعا طريقة الخلط بتاعة الاسمنت والجبس والصب في الاولي بتلاقوها موجودة على القناة في بلاي لست الوحدة بفن الكونكريت او صب الجبس والاسمنت بلاي لست كده الوحدة وهنلاقي فيه فيديوهات كتير جدا تتعلموا منه ازاي نعمل الشغل الجميل ده بعدك تطرق التزيين طبعا بتختلف حسب انت حابة بتزييني بيه كل واحد يزوقه وطريقته يعني انا حبيتها زي النهاردة بشكل ده انتوا تقدروا تعملوا اي اشكال انتوا حبينا او باي بقى حاجات متوفرة عندك تبدأين انت تزييني بيها طبعا الحاجات الجميلة اللي احنا زينا بيها النهاردة دي سهلة جدا يعني بصوا الخمات بسيطة جدا فان شاء الله تشوفوا الفيديو وتستفيدوا معي يا ربي يعني دايما تكون قناتي بتعجبكم وتكونوا بتتعلموا منها وان شاء الله تعملوا ده سواء مشروع صغنة كده من البيت او نعمل حاجات دي لنفسنا وما نشتريهاش من بره ونوفر شوية تعالوا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف التقم الامر ده اتعمال ازاي اول حاجة معي الفراش بتاعتي معي ورق فضة معي الورنيش بتاعي انا مش بخففه فضي يفعل بص وغننة معي المناديل دي كنت طلبها طبعا معي الاشكال دي كلها انا صبوها وسبتها تنشف كويس جدا طبعا وقبل الشغل بنصنفر بانعم نوع صنفرة بنشتريها من اي موان نجيب انعم درجة ونبدأ انحنا نصنفر الظهر كويس جدا ونمسح انا هستخدم الشكل ده النهاردة انا كان عندي اشكال كتير ان شاء الله نعمل فيديوهات تانية بطرق تسديين مختلفة اه المناديل دي كنت طلبوها من صفحة اه دي البيانات والتفاصيل بتاعتها سواء رقم الواتساب او اسم الصفحة اه المنديل تقريبا سعره عامل تلاتة وتلاتين جنيه اه ولكن الصراحة يستاهل عملت بيه التقم ده كله يعني الورقة المنديل الوحدة دي هي اللي انا مزينة بيها التقم كله الصواني اه الحاجات الصغنانة كل حاجة اول حاجة بابدأ اقص مقاس الصينية بعد كده انا النهاردة شغلي كله بالورنيش مش باستخدم غيرها نهائيا هبضع الاول كده ادي طبقة الاول في الصينية من تحت ورنيش اه لان دقان هلزق بيه وهلمع بيه هعزل بيه هيبقى هو كل حاجة اساسية معي النهاردة فانا مجرد ان انا بقى بدهن اهم حاجة بقى الخطوة اللي بعدها المنديل خلي بالكم لما تنجي نحطها اه نحاول على قد منقدر ان احنا مزبط ايدينا ليه لان المنديل خفيفة ممكن اه بعد ما تلزقيها المكان مش مزبوط او تعاوجت مش تعرفي تطلعيها هتتقطع منك فنخلي بالنا بجد من الحتة دي يعني وكمان نروعي اي نقاط هواء اي حاجات جوه موجودة نحاول نطلعها اه لان ده مع الورنيش بيبين يعني هنلاحظن فيه فقعات صغنانة كده بتبين فلازم نفرد المنديل كويس جدا على قد منقدر نطلع اي نقطة هواجهه هنا برضو هابدأ اقص هابدأ اقص على شكل الكوستر ده بالطريقة دي اه بالمقص كده ونحاول نزبط القصة مزبوط علشان لما نيجي نلزق يبقى الشغل معنا على طول والدنيا مزبوطة فانا بجد يعني الموضوع سهل جدا بسيط خدوا وقتكو اه انا الشغل ده يعني قعد معي يوم كامل والتصوير بتاع الفينيش تاني يوم اللي هو خلاص طقم نشفه خلاص برضو نفس الطريقة هجيب الورنيش بتاعي وابدأ ان انا ادهن الاول القاعدة كده علشان بحط المنديل عليها طبعا البرتمون الصغنان ده هو الورنيش بس انا مفطير برتمون صغنان عشان ما بقش سايب العلبة كبيرة مفتوحها فترة طويلة برضو نخلي بالنا واحنا بنحطه على قد ما نقدر ان احنا برضو نخرج ايها ونخلي بالنا يعني يبصوا المنديل دي عاوزة معاملة خاصة اه تتقطع منك مش هتعرفي تطلعيها تاني لو تحطت غلط اه كده عملنا اول حاجتين انا ببدأ طبعا اول حاجة ان انا بقى ازبط الشغل كله الاول وبعد كده ببدأ بقى مرحلة ان انا ازين بقى واعزل ونشوف الطبقات بتاعتنا تمام برضو هنا الصينية بس انا حاسة ان انا عملتان مش مظبوطة فهتشوفوا دلوقتي هزبطها ازاي اه لا هي هنا كده مش مظبوطة اصلا فانا هبدأ لا اجيب ورق تانية اه وهبدأ ان انا ازبط شوية ان شاء الله طابعوني هنزل فيديوهات لاشكال تانية بالمنديل الطرق تازين بقى مختلفة شوية وابسط اه فان شاء الله طابعوا القناة ولو تجيبكوا فيديوهات الكونكريت واجبسوا الاسمنت اكتبوا لي كومنتات ان انتوا عاوزين فيديوهات عنها كتير فاعملكوا طرق تازين مختلفة بجد يعني وافكار كتير جدا اه ولكن فكرة النهاردة دي بجد كميلة جدا الناس بقى اللي نفسها تعمل ديكور حلو في البيت كده ركنس وغنن عليه اشكال رمضان اه نقدر نعمله بكل سهولة اه انا المنديل ده طبعا على فكرة كان تحت فيه حتة يعني مقصوصة فكملتها بطريقة دي فزبطت الشكل هابدأ بقى قصة اي زواية واحاول انها ما اقدر الزق المنديل كويس لو فيه اي نقطة هواحاول اطلعها علشان الشغلي بقى مظبوط ومستويه هو يعني الفينيش مش بيرفكت مية في المية ولكن مقبول بالنسبالي هنا برضو هابدأ قصة انا عاوز اعمل لشكل كده فهيخد المقص المظبوط بالنسبالي انا على الشكل ده فهابدأ برضو الاول ادهن بالورنيش بالطريقة دي وبعد كده ان انا بجيب المنديل علي على طول نحاول احنا بس نزبطت دينا بالمنديل عشان يتحط مظبوط من الاول ما يبقش معوج او حاجة ان يبصوا بقولوك كل التكات وكل التفاصيل لان في حتة كنت بحاول اطلعها وجدت هتطقطع فلا رجعت في كأيني هنا بجرب يعني اشوف هعملها كده او هعملها كده هي كممكن نستغنى عنها اصلا الجزء اللي حطناه خلاص حلو قوي ولكن انا حبيت يعني بصوا اعمل كل اشكال رمضان كده عشان ركني يبقى حلو زي اول فيديو كده طقم كان بجد جميل جدا عجبني عملت طقم رمضان عقبالكم كده ما تزبطوا تعملوا الطقم لنفسكم ونوفر من اشتريش لان انتي لو اشتريت طقم زي دون بره هتدفعي فيه مبلغ وقدره واصلا جبسه الاسمانت مش مكلف يعني تكلفة بسيطة جدا وهي واحدة مناديل يقص عرها غيري تبلتات 30 جنيه ولكن زي ما قلتلكم ورقة المناديل الواحدة عملت معي الطقم كله فبجد عجبيني تمام هنه هبدأ هنا بقى انا عاوز اعمل المكان الصغير ده بص وحط فيه فوانيس جنب بعض كده فهبدأ اقص على قد المائز برضو بالزبط وابدأ ايه ان انا احط ورنيش الاول وبعد كده ابدأ احط المنديل على طول مزبوط هنا بصوا بقى انا خلاص خلصت لزقت المناديل هبدأ ان انا احط ورنيش انا عاوز ابقى احط ورق فضع عشان نعمل شكل بس شوية في الصينية اه في الفاصل فهبدأ انا بيدي على فكرة كل حاجة ممكن ملقاط جفت او اي حاجة عندكم ولكن يعني اه باليد كده على طوله بننجز نفسنا فبجيب الورق وابدأ اقطعه وحطه بالطريقة دي طبعا انا حطه تحت ورنيش بعد كده برضو هجيب الفرشة وابدأ امشي عليه من فوق بورنيش عشان يزبط كويس وما يتفكش وغير كده ان احنا اصلا لما الشغل بينشف بنبدأ نديله بتقريبا خمس طبقات حماية من الورنيش كل طبقة لما نيجي بنعمل بالفرشة نسباتين شاف كويس جدا بعد كده ندخل على الطبقة اللي بعدها وهكذا انا بعمل خمس طبقات او اكتر لو انت حب اولا اللي معها تبقى قوية ثانيا ان احنا الطقم ده لو جي علي طروب نقدر ان احنا باي فوطة مبلولة وعصرينها كويس نمسح وننظف الطقم بتاعنا مش يحصل له حاجة لان احنا عزلينه فنخلي بالنا لان شغل الجبس بيبوز برضو بالتعرض للمائية فلازم نعزله كويس جدا فبنعمل طبقات من الورنيش زيادة كحماية وفي نفس الوقت ان هي بتدي لمعة حلوة قوي بيبقى سهل التنظيف بعد كده بكل وبصوا بنفس الطريقة بحط ورنيش الاول وابدأ بعد كده بجيب ورق الفضة وابدأ ان احط ورق الفضة بتلاقوا في المكتبات الكبيرة اللي بتبيع الالوان والحاجات الخاصة بقى بالفنون والكلام ده بيبقى في ورق فضة وورق دهبي ممكن تلاقوا عند الموان على فكرة في موانين بيبقى عندهم ورق الفضة وورق الدهب هنا برضو احط في الجزء ده حاسة ان انا لو حطتها يبقى احلى فاني بصوا بقى كل واحد دي طريقة في التزين ودي زوء يعني ازواء فكل واحد حسب زوء يحط ويزين بالطريقة اللي هو شايفها مناسبة دي وهبعجباه هو ولكن انا بديكوا فكرة وانتوا على اساسها بتتعلموا طريقة الشغل وبتبدأوا انتوا تزينوا بالطريقة يعني الحاجة اللي انتوا حبينا طبعا انا هسيبينشف مش هاعزل خالص الا لما كل جزء الاولين يدينشف معي فعكاة ابدأ اعزل برضو هنا هبدأ احط ورق فضة حوالين كده في القطار يدي شكل على فكرة ممكن ما نحطش اصلا ولونك تفينه به كده هيبقى شكل جميل على فكرة حيوة قوي ولكن يعني ايه حبيت اعمل بهجة شوية ميكس بين الشغل بتاع رمضان وبين ورق الفضة فهعمل الاطار بتاع الكستر والاطار بتاع الصينية بنفس الطريقة بنحط ورنيش الاول بعد كده نبدأ ان احنا نحط عليه ورق الفضة وبعد كده نبدأ نمشي عليه تاني بورنيش من فوق عشان يسبت ويلزا ونسيبوه بقى ينشف كويس جدا قبل المرحلة لبعدها نمشي عليه تاني بوريك نمشي حسنا نمشي نمشي حسنا نمشي حسنا قلت لكم بحط ورنيش الاول وبعد كده ببدأ ان انا قلزق عليه ورق الفضة انا هعمل برضو كله الاطار كله وبعد كده برضو بنمشي عليه من فوق بالورنيش عشان يثبته معنا وبنسيبه ينشف انا لحد الوقتي معزلتش صوني من جوه لسه ما عملتش اي حاجة انا مجرد لسه بلزق المناديل بلزق ورق الفضة اخر حاجة بعد مخلص كل ده هبدأ بقى احط الورنيش في الاخر هنا برضو هلزق بالطريقة دي قلت يعني اجبها بالجنب شوية فبالشكل ده هبدأ احط الورنيش وابدأ ان انا قلزق ونخلي فلنا بقى هنا علشان الخطوط اللي في الكوستر ده او الطبق ده يعني ما بوص المناديل بنحاول نمشي مع الخطوط واحنا بنفرد المنديل عشان نلزق هنا بصوا بقى انا بعد ما كله نشف هبدأ اعزل بصوا فوق المناديل بالطريقة دي نحاول فرشة نعمة جدا بنحط كمية حلوة من الورنيش كمية كبيرة علشان تفرد معي بسهولة وما بيبقاش المنديل نشف وتقطع فهعمل كل الحاجات كده دي اول طبقة طبعا وبعد كده هعمل الصوني هعمل كل حاجة ببدأ احط الورنيش وبالفرشة كده بصوا انا على فكرة بحط كتير وبعد افرد ومشي مع اتجاه الخطوط بتاعت المنديل عشان ما بوزوش انا هعمل خمس طبقات عزل اول طبقة دي بس بها تنشف يعني اجي حط سوبي عليها لانشفت تماما ابدأ احط تاني طبقة وهكذا تنشف تماما احط تالت طبقة تنشف تماما ربع طبقة وهكذا لحد ما خلص طبقات بتاعتي كلها بالورنيش وينشف كويس ودينا اللي مع الحاجة بصوا انا عاوز اوليكو دا عملته ازاي اني حاسن شكله كده حلو برضو مختلف انتو بقى ممكن تحطوه ممكن لا جليتر كده فاضي بابدأ ان انا الاول احط الورنيش بتاعي في الحتة اللي انا عاوزا يلزق فيها فبكتر شوية يعني بزود في الورنيش هبدأ احطه كده بالطريقة دي وبعد كده بجيب الباكت بتاعي بدلق جوه شوية يعني وصوا بدلق وابدأ ان انا اوزعه كده بالطريقة دي مش برش لأ انا بحطه اوزع اه يعني انتو حابين تعملو كده تمام مش حابين بيرجعلكو اه الحاجات دي كلها كمان احنا ممكن نصبها شمع ويبقى فيها شموع ونشغلها بقى دي كرات كمان مع الطقم بتاعنا فيبقى فيها الشمع وننورها بالليل فهنستغنى عن الجليتر وهنصوب الشمع على طول برضو هتلاقوا في فيديوهات على القناة اه انا سببلكم في شغلة كونكريتة شموع اه لو حابين تعرفوا الطريقة ارجعوا الفيديوهات شفوها ان شاء الله تستفيدوا معي ان شاء الله قريب اعملكم فيديوهات تانية عن الشموع نعمل روايا حلو قوي اه دي كانت الطريقة دي يعني عشان اه وارجوزين هنا بقى خلاص ده تاني يوم بصوا اللمعة بقى والجميل والشغل نشف تماما اه والمناديل يعني هنلاحظ ان فيها نقطها على خفيف بس انا يعني الحمد لله كله تمام بصوا بقى الامر ده تكون لازمين عليه ورق فضة برضو على فكرة بالطريقة دي اه عاملتي كرم الشمعة اه وهنا دي لها نعملها زي فوزس وغنونة وهنحط فيها الورد زي والفيديو اه بجد اللمعة جميلة الشغل حلو قوي لما نشف اه اه تيجوا تحطوا اديكوا على الكستر اللمعة بتاعته والملمس كمين جميل اه بجد هيعجبكم يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة تكون سهلة واستفدتوا معي وتعرفوا بقى تزينوا بالورق بتاع المناديل وتعملوا شغل حلو قوي لرمضان اه وبدأوا اعملوا التقمد لنفسكم بجد هيفرق معاكم اه لانه سهل وبسيط ومش مكلف بجد 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 شغل جميل ومش هتلاقوا بره فتبقوا مميزين بتكون في حاجات مش عند حد فانا التقمد الحمد لله عجبني ومفسوطة بي وبالكم كده لو ما تزبطوا وتعملوا لنفسكم الاطقم الخاصة بيكم اه اشوفكم على خير في فيديوهات جاية ونستخدم المناديل التانية انا جايبها تريبا خمس منديل او المنديل بس عندي اربعة فهنعمل بيهم افكار حلوة ان شاء الله في فيديوهات جاية اه ولكن طريقة بجد المنديل في التزين سهلة بجد وبسيطة مش معقدة ولا اي حاجة بجد هتعجبكم اه شغلنا كله ان شاء الله يعجبكم بصوا في الامر ده بعد ما حطيته دي جزامة ويعني في مدخل عند الباب كده ومراية والساعة فاتحط كده كطقم ديكور فوقيها اه طبعا انا لسه هزبط الرصة انا هحط الطقم كله مع بعض بحيس ان يبقى المكان هنا فيه شغل بتاع رمضان وكمان الفرع اللي بيناور ده بقى هيبقى عمل شغل بقى لما نطفي النور كمان اه ونعمل ركن حلوه في بيتنا يارب تكونوا استفدتوا بصوبة انا حاسة ان هو كده احلى فهسيبه كده في رمضان ان شاء الله اه ممكن اجيب شموعي وحطها كمان تبقى بتنور واستنوني في فيديوهات جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة